عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيفة وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد وفي الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان